السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم بهاء طبعا كنت عملت سلسلة هتبقى في القناة عندنا ان انا فيه كده متجر بسيط موجود لقالب في انفاتو فعرفت الناس ازاي تستخدموه لقيت فرد فعلي كويس ناس كتير بل تطلب حاجات معينة فخلص يعني بقيت كده اي القالب اللي انا بستخدمها اوالا اللي اعملها فابدأ اعمل زي ما هو فيه اصلا توتوريالز موجودة بتبقى بالانجليش للحاجة دي فانا عاولت اعملها بالعربة برضو ناس امتنا استفاد بيها ومن اكتر حاجات اللي الناس كتلقى بتاعبين الناس عندها برندات او بلوجات او عايز تبدأ كبرند عمل تطبيق بيعرض مقالات بيعرض برسنال يعني انت مثلا لو حد فلوينسر بيتنزل فيديوهات بتنزل حاجات وعايز يبقى ليك تطبيق فالتطبيق ده شكله منافسي بجميل ليك يعني التطبيق باختصار خدونا نبص كده عن البريفيو بتاعه خدونا نفتح البريفيو طبعا دي الفيديوهات اللي بالانجليش ماشي ده البريفيو بتاعه بيبقى فيه اونبوردينج ماشي تقدر طبعا نتعدل ده اللي احنا نعملوه بوعداتي هنعدل كل الصور ديت هنعدل كل الحاجات دي تقدر هنا لو خدت بالك ان فيه هنا طوب ستوريز اللي انت بتنزلها هنا هوت افنت لو انت مسلا عامل دعاية او او افنت معيي اللي انت بيبقى له صورة بيقالو يلنق ببطء ما تدري تروح اللي حالة معينة دي الطوب ستوريز او المقالات اللي انت عاملها او الموضوعات اللي انت بتتناقش فيها تقدر برضو ايه لو دخلت ده قوي كل مقالة هتلقى له أصورة تلقي فها هي نزلت امتى وتقدر تقوم تعميليها فيورد وتقدر تعميليها شير طبعا الشير بيبقى لالتطبيق تقدر بيقى فيه فيديو تحطه على المقالة تقدر تحط نص كلام بقى موجود وبالنسبة الناس اللي هي المشاهير بتوع السوشال ميديا بيبقى معظم الحاجات بيبقى فيه يوسف اللينك بيبقى اللينك مثلا لو انت بنزل بكلم مسلا على زي مسلا بيبقى الموضوع حاليا بيبقى تعمل ان هو ابستور بيبقى تعمل ايه لجوجل بلاي بتحط لينكات التطبيقية يعني تقدر بقى تزود الموضوع دي يعني ايا كاية تكاستوميز يعني لو خدنا بنا هيبقى فيه الديسكافور وفي الهوم تبقى فيه الـ Categories بتبقى عمل مثلا مصنف حاجتك لو انت مثلا الـ Category بتتكلم شخص الـ Technology تتكلم مثلا لو انت مبرمج فهتتكلم مثلا مقالة عن الـ Logix مقالة عن البرمجة لو انت عمل مدونة مثلا يبقى أكبر سياسة اقتصادية وهكذا عندك الفيوريت للحاجات اللي انت كليو يزر يبقى عمل لها الفيوريت Notification عشان تقلق التبضيق ده مربوط برضو بالـ Bush Notification تدقى اغلبت Notification فيه ابوت عن التبضيق كونتاكتاس يقدروا يتواصلوا معاك هنشوف الحاجات دي كلها ما بعد الوقتي ودي الرواب بتاتك بسرعة الميديا لو ضغطت على اي حاجة منهم هيوديك هنعمل اي كاتيجوري دي كاتيجوري مثلا لو انت احنا هو المسال ده كمدونة تقنية فهو عنده مثلا حاجات في الوبسايتس يدخل لقاء المقالات الموجودة في الوبسايتس كل المقالة يبقى فيها الحاجات دي وخلافه يعني تقدر تعمل تعمل وهكذا دي الحاجات اللي انت عملها في بورد اصلا فهم موجودة هنا تقدر تشيارها طبعا برضو تقدر تكاستوماس في التطبيق كل حاجة انت معك كود وده في داشبورد للتطبيق برضو ماشي فاحنا مع بعض ان نزلت التطبيق نزلت الكود يعني وهنبدأ نعرضه مع بعض دلوقتي طبعا هبقى سيب لكم في الوصف اللينك بتاع التطبيق والخطوات برضو بتاعت الزيت استخدمه يعني هنا تقدر تحط الناس بتوعك وطبعا تقدر كل الحاجات اللي قولها بصقبضت من الداشبورد فانت نقدر ببساطة كل الداشبورد اللي معمولة تقدر تتحكم فيها يعني من الداتة اللي رايحة واللي جاي حتى على ما اتذكر هنشوف كنا تقريبا انه هنا التطبيق برضو بنقدر نتحكم فيها ماشي فخلونا نرجع نبص الاول نشوف ده التطبيق هوت وطبعا نرى انت عايز الناس ترفعوا تقدر ترفعوا في داشبورد هي معمولة طبعا معمول بسترابي او الجي اس بس انت مش محتاج اصلا تعمل حاجة انت هترفعها وتبدأ تعدل فيها وتبدأ تشغل عليها يعني بسيطة ده اهوت ده السكرين تقدر تخير الكالرز بتاع استيم ودي الداشبورد هي بسترابي ماشي فتمام انت ما تنزل اول ما تنزل الابليكيشن هتنزل الملف هيبقى بالشكلة ده كده هيبقى عندك هيبقى عندك خلنا نزوب شوية هيبقى عندك تلات فلدرات اول حاجة الداشبورد وعندك الدكومنتيشن دي الفيديوهات اللي هي بتشرح لها موجودة اصلا في اليوتيوب دي ماشي اه طبعا دكومنتيشن استنى ده واحدة كده ده ايه اه ده ده شكلتين هوبلو مختلف للتطبيق بيعرض في التطبيق اهو ماشي بيالو مختلفة بحاجات مختلفة انا وعما شوية بشعر مختلف ماشي بمقالة مختلفة ده في فيديو برضو كل مقالة ماشي بس ده الايه البريفيو اه وعندك هنا ده الفلتر اب اللي هنفتح داته ونشغله بس انت لازم اصلا تستعمل سيتا بالاول للداشبورد فاحنا المرة الجيه نبدأ بالداشبورد هتلاقي فيه ملف كده هتفكه ده الداشبورد اهو معمول باستريابي كامل اه هعرفك هنشغله بقى عندنا لوكال ازاي ونبدأ نربطه مع الحاجة بتاعتنا دي ونبدأ نكاستونيس فيه اللي احنا عايزيه هنوقف انا المرات المرة الجيه نشغله نبدأ على الداشبورد وبعد جدا نبدأ نضيف المحتوى ونبدأ نفتح التطبيق ونبدأ نكاستونيس عليه ونشرح في كل حاجة برضو انتظرونا المحاضرة الجاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته